وحصل في الغرداء في أحد المستشفيات هناك أنه فريق طبي مصري تمكن من إنقاذ سائح سويسري الجنسية بعدما جاله أزمة قلبية وقلبه توقف بالفعل ثلاث دقائق اللي حصل وزي السائح ده حصله كده ده عمره تقريباً واحد وثلاثين سنة هنعرف كواليس اللي حصل كانوا بيقولون فيه تقريباً انسداد في الشرايين بالنسبة تسعين في المية وعملوا له على طول الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذه ويعني هنسمع بقى ونعرف التفاصيل من دكتور حسن السيسي أستاذ جراحة القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحالة مساء الخير على حضرتك وعايزين نعرف إيه اللي حصل مع هذا السائح السويسري وخد وقت قد إيه لحد ما وصل لكو وكمان الإجراءات الطبي بتاع العملية داخل العملية خلال قد إيه دكتور حسن حضرتك سمعني أنا سامح حضرتك أهلاً وأهلاً باستاذ المشاهدين أستأذنك توتي التلفزيون وتسمعنا من خلال التليفون عايزين نعرف كواليس اللي حصل مع السائح السويسري لحد ما وصل لكو المستشفى وخد وقت قد إيه وكمان علم أجر العملية أنا سامح حضرتك والمساء الخير على حضرتك أستاذ المشاهدين هو الحقيقة أن إحنا السائح دوت في أهواءات قرية سيحية في الغنداء وهو عنده 34 سنة وجاله واجعة شديدة في سيدرو واجعة جامد عم محطية أبل كده هو كان سهراني يوم الأنبياء وما كانت نايم بأيه وثلاثة أيام في حفلاته وهو زوجته واجعين من السويسري ومفروض أنهم مستشفين يوم 28 فكان يعني هو تنايم عشر سيارتك منهم المين أو الثلاثة جال المستشفى يوم الثلاثة بالليل بواجعة شديدة في سيدرو ومع تغييرات في رسم العلب جعل الطوارئ وأول مواصل الطوارئ حصل له طاقه في عدلة القلب فإذا عملوا له إسعاف طريق الطوارئ يعني عمله إسعاف رعوي قلبي وخذوه بسرعة لأنها تغييرات في رسم العلب اللي موجودة والواجعة للسدر وتغييرات الظهر جدا في واجع القلب إذا واضح جدا أنه يكون عنده حاجة في الانتداد في الشريان ممكن طبعا دلوقتي لأنه نشوف الحاجبية حصل في الظهرية عملوا أسطره بسرعة ولأوا أنه ما يشحين فقط تحط له دوهيمة وضع المكان اللي مزدود فيه الشريان ما ينفعش وتحط في دوهيمة حلقوا له دواء كان عدد طرف إسطناعي حطوا له دواء معينة ما كانت عنده أي علم بحالته الصحية دي يا دكتور؟ وجيت أنا بسرعة قابلت زوجته اللي هي في الصورة دلوقتي وكان دوت يوم الثلاث بالليل وهم طبعا بتجدوا عشانهم من سويسرا كانوا ألانين جدا ومش متخيلة طبعا أنه دي كل ساعة 31 سنة وهم لسا يعني بتاعت حياتهم وطلبوا التعارير والفحوصات وبعطوها ساعتها لأنه عندهم شركة التعارير طبي ممكن يأخذوا في طيارة وقالوا حتى ساعتها أنهي أربع ساعات ولكن حانيا أسأل المستشفىات بكرة الصرح اللي هما تبعها في سويسرا طبعا سويسرا من بلاد المتقدمة جدا في ناحية الطبية وردوا علي يوم الأربعة ساعة 2 الدور أنهو الدكتور في سويسرا نرى اللهم لازم نقوم بعمل العملية كنا احنا تماما بحثنا لهم بالفاكس الموجات الصوتية بتاعة الألف كان عزة الألف ونازل بقيت حاجة واربعين في المائة الزمانة الكبد كانت طلعت لخمسمائة وخمسين ومائة وخمسين ومائة وعشرين وديك تين فولس عشر مرات فجينا عملنا له العملية يوم الخميس ساعة 6 الساعة والنهاردة هو يوم الخميس اتفاصل من العجاز تنفسه الخميس يتحرك في الأوضاء والنهاردة قاعدة الأوضاء وهون كافر مصفوض بعد أربعة ساعة مسافر يوم ساعة وعشرين دكتور هو ما كانش عنده أي علم بحالته الصحية دي الموضوع كله مفاجئ لا ما عندهش علم يحتفلوا مجموعة من الحسلات والخروجات طيب دكتور عايزة أسأل حضرتك عن السبب الحالات دي لأنها كترت إحنا بنتخده زي محطاك بتقول الأعمار صغيرة 31 سنة ونلاقي أزمة قلبية وفجأة وممكن الموضوع يؤدي إلى الوفاة إيه اللي بيحصل؟ هو المريض دوت كان يعني هو كان جاي بيحتفل جامد جداً إرحاق شديد جداً بهلوتات جامعة بيستفجر ما بيدخن شارك هو وشيشة وسجاير وحفلات طول الليل وطبعاً هم شربوا بحليات وحلينا مشوا بيأخذوا بعض الحاجات تتخليهم مبسوطين وصحين عشان يواصب تلات أربعة طيام والحاجات دي عملكه شرايين وكلها سليمة بس عنده شبيان الرئيسي ده مزدود في أوله بجلطة سبيرة بسيارين هو جزء منه هو ده سبب في الحال وزيادين الأقش شديد مع بعض التتخين مع العامل بتأدي إلى حالات العلب اللي هي كترة قوي بالوقتي وأيضاً نشوفها في سن صغير عاملين وقتين العامل الأولين طبعاً هو اللي موجود لذات هو السترس والتوتر وطبيعة الأكل وزيادة التتخين وطبعاً العامل الثاني اللي دائماً موجود هو العامل الأوراسي وفي عامل تاني زود برضو حالات أنه دلوقتي بقى التشخيص متقد يعني الزمان ما كانتش بقى فيه تشخيص واحد ما كانتش بقى حد عارف هو إيه اللي حصل ويقولت جدودنا بقى أنه ده تعب وتوفى فجأة ومسنة تبقاش عارفة إنما دلوقتي بقى فيه تشخيص فيه صوبة حديثة للتشخيص وهو مرض العسل يعني تغيير الشعارية التاجية في أمريكا وفي أوروبا وزيادة الأعمار السنية وطبعاً مريكا ده وصل إنه صغير زيادة العمر وصل في أوروبا لحد ونسانين سنة في أوروبا الشمالية سويد والنرويج وفي الأن ده وزيادة متواصل للأعمار 94 سنة في أمريكا 89 سنة فطبعاً البلاد دي وفي مصر برضو متواصل للأعمار الكبر فده مرض بيجي برضو مع الساني الحالات دي كترت وفي تقدم كبير في مصر في جراحة القلب وعندنا في جامعة كل طب الأسرعين وفي جامعة الأخرى بكل تأكيد دكتور الأطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءة في العالم كله شكراً جزيلاً دكتور حسن السيسي أستاذ جراحة القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحالة التي تم إنقذها في الغرداء